موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد من خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من تابعهم وأن يحشرنا في زمرتهم بناتي أبناء التلاميذ مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة دروس الفقه الإسلامي للسنة الثانية التأهيلية من التعليم الأصيل تقدم لنا مجموعة من دروس أذكركم بها في عجالة الشركة القراد القرض القسمة وآخر جزء توقفنا عنده كان يتعلق بقسمة المرادات مع التعديل والتقويم واليوم موضوعنا هو قسمة المرادات بلا تعديل ولا تقويم نبتدأ بعون الله وتوفيقه بتعريف هذا النوع من القسمة أي قسمة المرادات بلا تعديل بلا تقويم ولا تعديل هي اتفاق الشريكين أو الشركاء في حالة المتعدد من الشركاء على أن يأخذ كل واحد حصته من المشترك أي من الجزء المشترك من الشركة الكل أن يأخذ كل واحد حصته من المشترك يرضى بها من غير تعديل ولا تقويم ولا قرعة لاحظوا معي أبنائي الآئزاء هذه الكلمات المفاتيح وهي المكتوبة بالأحمر يرضى وتعلق بنوع القسمة اللي هي المرادات سواء النوع الأول أو النوع التاني الذي نحن بصدده يرضى بها من غير تعديل وهذا الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله وهو مع التعديل ولا تقويم وهو الفرق أيضا بين هذا النوع والنوع الذي قبله قسمة التعديل مع قسمة المرادات مع التعديل والتقويم ولا قرعة وهذا الفرق بين هذا النوع والنوعين الذين قبله اللي هما قسمة القرعة وقسمة المراضات مع التعديل وتقويم إذن أعيد التعريف قسمة المراضات بلا تقويم ولا تعديل هي اتفاق الشريكين أو الشركاء على أن يأخذ كل واحد حصته من المشترك يرضى بها من غير تعديل ولا تقويم ولا قرعة هذه القسمة تتعلق بها مجموعة من الأحكام أحكام جائزة وأحكام غير جائزة سنتعرض لها هي في العموم قسمة المراضات دون تعديل ولا تقويم على خلاف قسمة المراضات مع التعديل والتقويم الفرق بينهما فيما يتعلق بشبههما بالبيع فقسمة المراضات مع التعديل والتقويم على قولين أنها بيع وأنها ليست بيع القول الأصاح أنها بيع بينما قسمة المراضات بلا تعديل ولا تقويم باتفاق كما تلاحظون هي بيع بلا خلاف وما دامت هي بيع أي كالبيع في جميع أحكامه فيجوز فيها ما يجوز في البيع ويمتنع فيها ما يمتنع في البيع هذا المدخل للأحكام إذن أحكام الجواز هذه القسمة لها نفس أحكام قسمة المراضات مع التعديل والتقويم لها نفس الأحكام نذكر بها وهي التي سنسردها أولا بأول أذكر أبناء تلاميذ أننا ما سنقول أن من أحكام الجواز والمنع هو أيضا متعلق بقسمة المراضات مع التعديل والتقويم باستثناء البسيط سنشير إليه في محله إذن يجوز فيها اقتسام كل شيء دون اعتبار لاتحاد الأجناس أذكركم أننا في قسمة القرعة لا بد من اتحاد الأجناس وتماثلها وتشابهها لا يجوز في قسمة القرعة اختلاف الأجناس أو تفاوتها بينما في النوعين الثاني والثالث المراضات مع التعديل والتقويم المراضات دون التعديل والتقويم وهو موضوع درتنا اليوم يجوز فيهما أن نجمع بين المختلفين أن نجمع بين الأشياء المختلفة غير المتماتلة إذن هذا واحد جواز اقتسام كل شيء دون اعتبار لاتحاد الأجناس يجوز فيها أيضا الزيادة في أحد السهام لمعادلة الآخر مطلقا في القرعة لا يجوز لا يضاف إلى الجنس إلا مثله فأنتم تذكرون أننا كنا في قسمة القرعة إذا كنا سنقتسم الدور أو الأراضي مثلا فينبغي أن تكون متقاربة ومتشابهة من حيث الجودة والقيمة والقدم والحداثة إلا ما استثنية وكان بسيطا فلا يمكن أن نضيف إلى دار حماما ونقسم بالقرعة لكن في قسمة المرادات دون تعديل وتقويم يمكن أن نضيف غير الدور غير الأراضي كحمام أو طعام أو حيوان أو غيرها من المنقولات هذا جائز في قسمة المرادات دون تعديل ولا تقويم كما يجوز في النوع الذي قبله قسمة المرادات مع التعديل والتقويم إذن هذا جواز جواز حكم آخر هو جواز الزيادة في أحد السهام لمعادلة الآخر وهو ما تحدثنا عنه أيضا يجوز فيها يعني تجوز في الطعام المقتاتي المدخر المتماثي لكينا أو وزنا تجوز في الطعام المقتاتي المدخر المتماثي لكينا أو وزنا تجوز أيضا أو يجوز للحاجر إذا كان الشركاء صغارا أو سفهاء أو بهم مرض عقلي لا يستطيعون ممارسة مسؤوليتهم ومباشرة مسؤوليتهم هم شخصيا فمن طبيعة الحال الشرع يجعل لهم وصيا وليا يتولى أمورهم فيجوز للولي ولي المحاجر أن ينوب عنهم في قسمة المرادات دون تعديل وتقويم مع بقية شركائهم سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين غيرهم كما لو كان ثلاثة أبناء صغار يريثون من أبيهم وكان أبوهم شريكا لشخص آخر بنسبة الثلث فهم فيما بينهم شركاء كورثة وهم الثلاثة شركاء لشريك أبيهم في الثلث الآخر إذن فالقسمات ستشمل فيما بينهم وستشمل أيضا فيما بينهم وبين شريك أبيهم الذي صار شريكا لهم بعد وفاة أبهم يجوز للولي أن يمارس القسمة نيابة عنهم سواء فيما بينهم أو فيما بينهم وبين شريكهم الأجنبي ولكن يشترط أن ترفع نتيجة القسمة وخارج القسمة بلفظ أصح يرفع خارج القسمة إلى القاضي الذي يصادق على ذلك ويؤشر عليه ليمضي إذن يجوز فيها أيضا الجمع بين حظين ولو بين ذوي فروض وعصبة وقد تقدم لنا وأنتم تذكرون من خلال مطالعتكم واستعدادتكم ومراجعتكم لدروسكم تذكرون أنه تقدم لنا أنه في قسمة القرعة لا يجوز الجمع بين حظين أو أكثر سواء كان ذوي فرض أو ذوي فرض كثلات زوجات مشتركات في الثمن أو بنتين أو ثلاث بنات مشتركات في الثلتين أو إخوة لأم مشتركين في الثلث لا يجب أن تتم القسمات النهائية البتية بحيث يتعين لكل واحد منهما حظه في قسمة القرعة لكن في قسمة المراضات دون تعديل وتقويم يجوز لهم ويجوز للقاسم أن يستأثيروا بنصبهم المشترك أي العصبة يحتفظون بنصبهم مشتركا ويقتسمون مع بقي ذوي الفرض أو قد تجتمع الزوجة مع البنت كبنتها مثلا في نصبهم إذا كان مثلا للبنت النصف وللزوجة الثمن فإنه بإمكانهم في قسمة المراضات دون تعديل ولا تقويم أن يجمعوا بين النصف والثمن الأمر الذي لا يمكن ولا يجوز في قسمة المراضات مع التعديل والتقويم يجوز فيها أيضا قيام الحاجر بالقسمات نيابة عن محجوره كناها أو بل يجوز فيها أيضا الجمع بين حظي تطرقنا لهذا الآن نتطرق إلى الحالة الثانية النوع الثاني من أحكام قسمة المراضات دون تعديل وتقويم وهو ما لا يجوز تحدثنا عن ما يجوز ننتقل إلى الحديث عن ما لا يجوز المناقض والمعاكس له لا تجوز قسمة المراضات في الطعام المقتاتي المدخر الممتنع فيه التفاضل لا تجوز في الطعام المقتاتي المدخر الممتنع فيه التفاضل كقمحين لا يجوز التفاضل في قسمة نوعين من القمح الجودة والرداء هناك عامل ما هناك متغير ما يفصل بينهما ولكن لا يجوز لأنهما مثماتلين والمانع هو تفاضل ينبغي أن لا يكون هناك تفاضل بين نوعين جنس واحد من القمح أو من الشعير أو من الأشياء المقسمة موضوع القسمة متعلقة بالطعام بالطعام هذا الحكم لا يتعلق ببقية المنقولات أو المقومات يتعلق فقط بالطعام لا تجوز قسمة المراضات دون تعديل ولا تقويم في الطعام المثماتلي المدخر فيما تقدم تحددنا الطعام دون قيد للدخار دون اشتراط للدخار الآن القيد والشرط الذي يميز هذا الحكم حكم عدم الجواز عما تقدم اللي هو الجواز هو للدخار وامتناع التفاضل تراحضنا معي هذه هي الأسس في التمييز بين الحكم السابق وهذا الحكم أيضا لا يجز فيها أن يقوم الولي ولي المحاجر بقسمة بينه وبين محاجره كعم مع بنات أخيه بنات لهن الثلثان وهو يريد الباقي تعصيبا فهو شريك لهم فإذ كن قاصرات أو نكمانع شرعي قانوني يمنعهن من ممارسة مسؤوليتهن كما تقدم إما لمراض عقلي أو سفاه أو صغارس تقدم أن الولي يتولى ذلك نيابة عن محاجره لكن فيما بينهم وبين غيرهم الحالة هذه فيما بينه هو ومحاجره لا يجوز فيها ولا فيما سبق من قسمة المراضات مع التعديل والتقويم وذلك دفعا للتهمة لأنه قد يتهموا بالانحياز إلى نفسه بتميز حظه بالأفضلية قد يحوز الأفضل وهم لصغار سنهم لا يدركون شيئا لا يفهمون ولا يعرفون إذن لا يجوز له ذلك بل لحظوا معي أن القير يزيد شدة حين نقول ولو وافق السداد أي أن هذا الولي مشهود له بالنزاهة مشهود له بالعدالة ربما سيجعل الحظ الأوفر لمحاجره ولكن ليست العبرة بهذه الحالة العبرة بالحالة العامة وهي الانسياق وراءها والنفس فما خافت كل هذه الأمور وضرعا للشبهة وضرعا للمفسدة ودفعا للتهم لا يتولى ذلك إذن إذا كان شريكا لهم فإنه يعين من يقسم بينه وبينهم إذن لا يجوز له ذلك ثم عدم جواز القيام بالغبن فيها خلافا لقسمة المراضات مع التقويم والتعديل في قسمة المراضات مع التعديل والتقويم يجوز القيام بالغبن يجوز أي أن يدعي أحد المقتسمين أحد الشركاء أن هناك غبن في نصيبه وفي حقه يجوز له في قسمة المراضات مع التعديل والتقويم في القسمة أن نقتسمك كيفما اتفق إذن أنت ترضى بأن يكون نصيبك أقل ونصيب الآخر أكثر إذن هذا التزام هذه العقدة هذا أساس العقدة التي كان برمها فيما بيننا إذن قسمة مراضات دون تعديل أو تقويم بينما مع التعديل والتقويم فأنت تقول سأقتسم وسنقتسم لكن مع التعديل والتقويم أي لا بد يشترط فيها أن يكون نصيبي أرضاه وأن يكون ما سنقوم بمن تعديل وتقويم للأشياء المقسومة موضوع القسمة يرضيني أما في هذا النوع التالث فأنا أرضى ابتداء دون النظر إلى النصيب منطقي طبيعي المسلمون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شروطهم هم اتفقوا وترادوا فالمدخل الاشتراع في هذا المدخل الأساسي للشرع هو التراضي ماداموا ترادوا وهذا للتذكيرين فقط إذن أبناء ألميذ والتلميذات الأعزاء بعدما تعرفنا على قسمة المراضات دون تعديل ولا تقويم تعرضنا للتعريف ديالها وتعرضنا أيضا لأحكامها ما يجوز فيها وما لا يجوز نحن الآن بصدد المحور الثالث لهو مصاريف القسمة وطوارئها قد تتسألون هل هذا الموضوع متعلق بالقسمة نعم هو من ملحقات القسمة هو من ضرورة القسمة هو من توابع القسمة لأن الشركاء يقتسمون الأشياء موضوع القسمة ولكن ينشأ عن ذلك تبعات أمور أخرى تلحقها فهل تترك سودا دون حكم والإسلام إنما وضع الأحكام للقسمة ولغيرها من المعاملات الأخرى لحل النزاعات بل لعدم تواجدها أصلا حتى لا توجد فقد يقتسم الشركاء الأشياء ويختلفون في توابعها من سيؤدي واجبات القسمة؟ من؟ تعلمون أنه إذا اقتسموا وراح أكلوا إلى حال سبيله ولم يكن هناك فقه يضبط هذه المسألة فقد يتحمل الخسارة أو الضرر شخص واحد ربما هو الذي كان يخاطب القاسم وهو الأشخاص الذين يتدخلون في القسمة يتحملوا التبعات وحده الفقه الإسلامي لم يهمل هذه المسألة إذن ينبغي أن نتعرض لمصارف القسمة ومن ينؤ بها وكيفية تقسيم هذه التبعات اللي هي المصارف وأيضا ألا تتصورون أنه بعد إجراء القسمة وحيازة كل شريك لنصيبه ينصرفون إلى حال سبيلهم فإذا بمفقود من الورطات يظهر وإذا بشخص يظهر فجأة ليتبت أنه أحد ورطة الهالك أو قد يظهر شريك للهالك أو قد يظهر شخص له على الهالك دين والقسمة قد انتهت فعلى من يقع الضرر؟ هل على الطارئ؟ الوارث وصاحب الدين أو الشريك؟ أم على أحد الورطة؟ أم عليهم جميعا؟ هذه الأمور سنتعرض لها إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم ونتعرض أيضا بعدها نتعرف على واتقة موتائق القسمة تجمع كل ما تقدم لنا وإن كانت تتعلق بنوع واحد من أنواع القسمة سنتعرف عليه سنفصل الأمر والكلمة في مصاري في القسمة وطوارئها وسنفصل الأمر حول واتقة من واتائق القسمة وبهذا ينتهي درسنا اليوم مشكورين على التتبع أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح ولا أشك لحظة في أن طاقاتكم ومهاراتكم وكفاءتكم قوية جبارة فقط حركوها شغلوها استدعوها فأنتم في المستوى الممتاز إن شاء الله وفقكم الله وإيانا لما يحب يرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا